ان حمدتي قائد ما يسمى بالدعم السريع طلع بيان او تكلم في فيديو واتهم مصر بانها يعني هي اللي تحارب الى جانب الجيش السوداني بما يسمى بالطائرات المجهولة صحيحة الخارجية المصرية ردت على ده وقالت ان احنا بنحتكم الى اي جهات دولية حق في هذا الامر ولكن اللي انا عايز اقوله انه لا يمكن باي حال من الاحوال لميليشيا نحن نعرف تماما قدر ارتكابها لجرائم عنف وارهاب وقدر تجنيدها للمرتزقة لا يمكن باي حال من الاحوال انه تطلب وكلها وش تتكلم على تدخل مصري او غيره انتم تسببتم في ضمار السودان وانتم تسببتم في الازمة السودانية وانتم خلقتم لانفسكم كيانا موازية للجيش السوداني جيش السوداني هو الجيش الشرعي اللي بتعترب بيه مصر ولا تعترف باي كيانات او ميليشيات او اي فصائل انفصالية باي حال من الاحوال فلا يجب باي حال من الاحوال تحميل مصر مصر من البداية موقفها واضح ومحدد نحن مع الشرعية نحن مع وحدة الشعب السوداني نحن مع وحدة الارض السودانية انما تطاول بهذا الشكل وسعي لتحميل مصر المسؤولية بعد ان نجح الجيش السوداني في تحرير غالبية الخرطوم بمناطقها الثلاث فهذا امر حياة احنا بنسميه جسر ديل لا يمكن باي حال من الاحوال التعامل معه الا بيعني اعتبر ان هذا هزل لا يجب النظر اليه باي حال من الاحوال اشتركوا في القناة